أرجل الانتباع معي في بيان طارق وقع عليه مجموعة من الأخوة الزملاء في مجلس الأمة وأن كانت هذه جلسة خاصة لأني سأتلو هذا البيان لأن بناء على طلب جميع النواب اللي كلموني يجب أن يصدر هذا البيان اليوم البيان هو كالتالي السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد لما كانت دولة الكويت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا في فلسطين المحتلة وبما أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للتوابط والمواقف والتشريعات الكويتية ولما كانت ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإطفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته ولما كان الموقف الشعبي الكويتي عبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة قد عبرت مرارا وتكرارا عن رفضها القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني لذلك ندعو نحن الموقعون أدناه الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة الموقعون مرزوق علي الغانم رئيس المجلس عيسى أحمد الكندري نائب الرئيس خالد الاعتبي دكتور عبد الكريم الكندري فراج العربيد دكتور عود رويعي محمد الدلال دكتور بدر الملة دكتور خليل أبل عبد الله الكندري رياض العتساني عبد الوهاب البابطين عدنان عبد الصمد وسامة الشاهين عبد الله الرومي سعد الخنفور طلال الجلال ناصر الدوسري حمدان العازمي صالح عاشور خليل الصالح عسكر العنزي شعيب الموزري مبارك هيف الحجرف عمر الطبطبائي سعدون حمد الاعتبي محمد الهدية خلف دميثير يوسف الفضالة ركان النصف صلاح خرشيد نايف مرداس فيصل كندري ماجد لمطيري مبارك الحريص سعود شويعر أحمد الفضل يوافق المجلس على هذا البيان إذا فيه أحد معترضي الفعيدة إذا موافقة بالإجماع موسيقى موسيقى